اشتركوا في القناة 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 راها رادع مزيان هانتوما نتوقضهم بواحد طريقة بسيطة هانتوما هانتوما راهم رادعين إذا ما كانوش رادعين خصني نشوف السبب منشين عادي نقلب الأم ديالهم لابها أنا رقيتهم رادعين الحمد لله هما كيتحركوا بحيوية مزيانين إلا كان شي شي فضلات ديال الأم ديالهم أغالبيين ما كتديرش الفضلات عليهم ولكن نقلبهم نشوفوا واش راهم نقيين واش خصهم شي حاجة واش راهم موهي عملية تفقد الصغار يعني في عمر السيمانة ولعجوج تهو مخصمي نتوقضهم انتوما من بعد غادي نشوف الفضلات ديالهم الشكل ديال الفضلات ديالهم بلا ما نبدأ نقلب فيهم واحد واحد ولكن غادي نشوف الفضلات ديالهم واش مدورين بعد طريقة انتوما يعني لاطة واحدة را جامعهم كاملين ما زال عالتني الكاج وحد اخر را دير في واحد الميكة تهيا نشوف إذا كان الفضلات ديالهم مكركب بحركة صافرهم زيانين يعني كيكونوا فيهم لا دياري كيكون الفضلات ديالهم هاد هاد الزنكرة كتوديك حلا يعني كيكونوا ذاك شي كيرميه وغي مق يعني تفقد الفضلات انتوما كتكون في الميكة وكتكون رائحة كريهة جدا دبها كارة شوية كتكون رائحة ديال الفضلات وصافره إذا انتوما الفضلات ديالهم كركبين ومزيانين الحمد لله وشكرا نعم من بعد العملية ديال تنظيف صافي دبها تفقود سهليس منه دبها العملية ديال تنظيف كما كتشوفو هنا ردت واحد شطابة ديرها في واحد الخشيبة هكا هكا باش ما ماشي ندخل أنايف وسط هذاك شي وانتصاب وانتصاب شي لايستر شي مرض من هاد الريحة اللي كتكون تمه ستنخدم بعيدا كما كتشوفو هاد طريقة ها طريقة سهلة قمت بسطابة كل شي يطيح في في بانيه واحد اللي كانت تخلص منه من بعد قمت بسطابة قمت بسطابة داعت المناطق اللي فيهم ستنخدمك مقيم هاد العملية دلتها يوميا هاد هاد الفضلات ما عمرها ما غديتتخمر غديتتدلكم شي مشاكيل ولا الريحة ديال الامونيا ديال ما غديتكون نقية هانتوما كنجيبها في هاد طريقة هانتوما قاعد داخل كل هاد نبارها نقية هانتوما والخبز كدليك ما يبقاش مع مع هاد الفضلات لانه كي يشوه النمل وكي يقدرو يأثرونا على لك الصغار هادوك النمل تكيولي الكاج عمر بالنمل هانتوما يلبقاش حاجة بحال هكا خفيفة لك الساعش ترغر هكا ها أما قلما تشوفوا معايا دبال الكاج ديالي ولا غي كله مزيان هانتوما مشو الكاج الاخور حو ثاني انتما بنفس طريقة او ثاني كنحيد هاد هاد تقالة اللي راني دايرها على حساب البلد لان الميكا ضروري تدير لها واحد تقالة لانها كثقائية كتميل هكا هكا ومكت تعطيكمش نتيجة مزينة للطاص اللي انتما دايرينو لجمع الفضلات اذا انتما بهاد الطريقة طريقة سهلة مره في اليوم ماشي مشكل هنا وعفوين سنطل وتايح هر شي كلو بي بتصل وحد ونخلي وهد التقالة ردها على حساب التيج الرياح إذا كانت مجهدة يعني هاد شي يقدر المياه كثبت ميل والأخر الفضلات كي يجيون في الأرض وذلك الساعة كتقل تعدبوا معهم الله ما دلوها طريقة طريقة بسيطة وسهلة من بعد كينا نتفقدوا المياه كنشوفوها الناس اللي ديرين الحلامات بحركة تيو دايز ماشي مشكل خصوم يتفقدوا غي القرعة الكبيرة يعني واشرها مزيانة واشلق ترليحة واشكدا واشكدا الناس ويشوفو الحلامات واشخ دامي يعني كيتكيل لهم بالأصبوع ديالوماكا ويشوفوهم واشرها منبوشينش إلا كان عندكم حالة طاصة هادو سوفيكتشوفو عزني الطاصة واشرها معامرين لأنها اليوم دير هاد منها ركيب اللي حرارة بززاف سنشوفو هانتم هادو شوفو هادي راقال بطاصة ديالو هادو طاصة كينين فيهم الماء كلهم عندهم الماء هادو طاصة عاديين ديما الوحدي دير حشي حجار اللي مساحة هادو طاصة هادي غدي نعمرها بالماء إذا ماكا تشوفو أنا عمرت طاصة بالماء ولكن شوفو لاحظة واحد القادية ان الشمش ضربه في هذا الروبيني وراه دابا مني نقلبو دراجة ديال الحرارة ديال الماء في اللوول كتكون سخونة يعني نحيدوها وندرو ونخليو الماء حتى يولي بارد ها ودا برا ودا كيبرد ونخليو الطاصة ديالنا تعمل إذا لانتمو كيما كتشوفو معايا الطاصة عاوني غسلتها غسلتها نقيتها واحد شوية باش ما تكونش ما تشوفوها الطاصة تمورها ديالة فيها كتبقى تاكل فيها ولكن ما شي مش كيمتوا ما دي محذو الناغي الطاصة تكون هزل ما ديالها وصافي الطاصة مرة مرة بقوا تقصلوها ما تخليوش ديك السفورة كتكون فيها من التحت لانا باحتراس كيف تزغو فيها عزكم الله وهذاك المال كتكبوه كتكبوه فوق هداك الفزاك ديالها وما بزيان لهم شي ما يمحذو من هال القادية هادي اذا انتم كما تشوفوا مسكينة راها عطشانة راها انت عطشانة هذا باديه العملية ديال المربي يخصو يشوف سمو ناقص عنده فلقاج ويشوف ويعطي انتم مسكينة طاحت عليها يعني عمية انتم تباك الله راها تشرب القادية ديال الطاصة حاولوا ما تقربوهاش البلاصة ديال الماكلة باش ما تعمل ما تعيقهم شو صافي حاولوا تبعادوها لهي باش هي تجي تاكل هنا ايه وتمشي تشرب للجهة اخرى كاين باك اخترت اراني بك يشدوا الطاصة ويبقوا يقلبوها بحال هاد الشكل هادية انا رضيت باقي لانها تقلبت ماشي غاش عربة منها الحل وهو انتم كنوني دير واحد السلك انتم كتشوفوا هادية راكتها هي كانت تقلب الطاصة ديالها ونادت لها واحد السلك وعقدته باش هي وخذت متعيات جبت ما تخدرش تقلب الطاصة انها هادية غادي مدير لها هادية السلية ان شاء الله باش ما ترقاش تقدر تقلب الطاصة ودابا ان شاء الله غادي نديروا القضية ديال التفقد ديال الماكلة ديال السيكالين ديال الحبز شكون هم اللي غادي نعطيهم بززار شكون لو غادي نعطيهم شوية لك الساخس نكون انا يا عارف ان شكا ندير اه شي فيديوهات السابقة ندكلكون بالطاصة ديال بياغورس يعني هي اللي غادي نتعبرو بيها هاد الطاصة اللي قادرتو منيع برسارة بقيت فيها مية كرام اه مني اه تعطيو الكبار تعطيهم الطاصة بحد هده الأممات وضعوا 일�لصغار لسيقال الان تنتهيها المشكلة أنتم كما تشوفوا وأول حاجة أخص نشوفوا العلافات وش هما كلاو بعدها ولا مكلاوش إنها إلا ما شوتها مكلاوش عاو تنتهي رها مشكلة أنتم كما تشوفوا معايا كميلة لكم هاي رادة بكتاكل من العلافة ديها لها والعلافة رها خاوي هانتم كما تشوف و أنا مني كانت شوف العلافة خاوية تنظر صافي رها يعني هما رها كلاو أعفوا إلا ما شوتها يعني رها القضية مبشرة يعني هما رها كياكلوا ماشي ماشي ما كياكلوش أنتم رها قدي نشوفوا في واحدة خفرين أنتم رها كل العلافة هي هنا هي خاوية بحمد لله رهاك يعني بات كياكل هذا الذكر هوا الذكر أنا حطيت له يعني معطلوا واحد شي شوية أني أكلها ولكن رها بقى بقى فيها واحد شوية يعني أي علافة تشوفوها خاوية هانتم كما تشوفوا هاي علافة خاوية كما تشوفوا العلافة خاوية هارفوا باللي رها الأرنب سليم مئة بالمئة يعني رها كياكل الحمد لله إذا نبدو نعطيه لماكلة كما تشوفو هادي رها هاي رها ويلدة تباكب الله هاي رها نقطيها بالصف ديالها بالشعر ديالها عفون هادي نعطيها كما تشوفو معايا هوا الطاس الأول نزيدها نصف طاس هادي كما تشوفو هاي رها بقى ماء موال دا موالو بقى عاد يالله ها عند السيمانة سيمانة ديال الحمد هادي نعطيها طاس واحد هانتم كما تشوفو هانتم كما تشوفو معايا ها بالنسبة للفيطان هادولا عاد في الموت باك الله هاما هادي نشوف هادي نشوف هادي أعطيتهم البارشة شوية لخمز منقربه ولكن بغاوا السي كالين كسرها تجيها ركانت عامرها بسي كالين هادي نضرب الحساب دياله هشحر عندي هادي هادي فادي فادي الكارو هاده كينجوج أربعة ستا هيني كيني ستا هيني شحر خصني اعطيه كل واحد خصني اعطيهم نصف طاس نصف طاس اينا بغيت نعطيك ستا ديال النفوس سمو غا تسني اعطيهم ستني اعطيهم ثلاثة ديال الطيسة هاني مقسونا على دين ستا واحد هاوه ونخويلهم هانتم كنشوفون هاهم ساكن بارين اياه نشت طاس ثاني هانتم كنشوفون معايا باش كل واحد يستافد من طاس نصف طاس دياله هادي هي العملية اما بالنسبة للكبار بحق هادي سمو غا نقد ندير لها طاس واحد ها تبارك الله ها هي كلات ها نقبلها طاس واحد ها نقبلها طاس واحد ها نقبلها طاس واحد ها انتم هادي رها شوية ما كلاتش ولكن احطي لها الخبز في هذا الجانب هاده رها كلاتش وحطي لها شوية ديال الفصر رها كلاتها رها مزيانة هانتم كنشوفون اذا هدي المراحل اللي خسنا نديروها يوميا هنا التفقود الفضلات ديالهم سوفوهم مالهم نشوفوا عوتاني الأخر الأكل ديالهم وش راكله ولا ما كلهوش الماء والدرجة الحرارة ديالهم نعطي لهم سخون ونقول لهم شربوه على الصباح لا ها فكرة ديالي اظن ان شاء الله ها تكون وصلتكم لهم ومن الاحسن تسوي عليهم زيان انتو ما راني دبا نخلي كما كتشوفوا كنحفظ دورة دير الشمس وكنحاول اننا انني نخلي الشمس من الجيهة الأخرى ومن هنايا وخاتكم ضرب عليهم انتو ما كما كتشوفوا وخاتكم ضرب عليهم الشمش هنايا انتو ما كتكون بحراية الله واصلة الأكل ديالهم ما تكونش واصلة لهم ووجيهم أشيعة الشمس مباشرة على الجسم ديرهم هاد الفضلات دبراني غادي نتخلص منها انتو ما ما تخلي واش تجمع بزاف قاع انتو ما انتو ما شوش حال الجمعة هنا يا انتو ما شوش حال الجمعة هنا يا ان هي هاد جهة ديال الفيطام اه ديال عفوان ديال التسمين اكثر من الجهة الوحر اذا اذا هو الموضوع ديال التي نحضلها يعني اليوم الروتيني لتربية الارانيب اه اتمنى الحلقة تقوم نراقة الاعجاب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركو معنا تكيووا على زر جام باش تساندونا وتكيووا على الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله